بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعفظل المرسلين سيدنا و مولانا عبدالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله رب و توب إليه التذنیب الثاني في عدم اعتبار قصد الغايات في صحة التهارات بحثنا کنه في تتمات تقسیم الواجب إلى النفسي والغيري و قلنا أنه هناك تذنیبين أو تتمتين تتمت الأولا کانت ناظرتن إلى وجود الاستحقاخ السواب والعقاب و قصد القربة في الواجب الغيري و انكارها و قد بيّن البحث بالتفصيل تذنیب الثاني أو تتمت الثانية مختصرة بالنسبة إلى تتمت الأولا ولا تحتاج إلى التوزيح المزيد الكثير على حال في هذا التذنیب الثاني هذا السؤال نريد النجيب أنه عند إطيان المقدمة عند إطيان الوزوء عند أخذ جواز السفر للحج هل قصد الوصول إلى المقدمة يكون لازمان أو لا يكون لازمان؟ به عبارة النقرى شخص يتوزع أصلا ما عنده قصد و إقامة السلاة شخص يأخذ جواز السفر بدون أن يكون عنده قصد و الذهاب إلى الحج هل هذا يكون لازمان أو لا يكون لازمان؟ جيد صاحب الكفای رضوان الله عليه يقول جواب هذا السؤال يختلف من مبنى إلى مبنى آخر على أصاس مبنى إنا نحن قلنا أن التهارات السلاس عباديتها ذاتيتون و نفسيتون ولا تأخذ من الواجب نفسي إذا كانت هاكذا أي عمر الغيري لا يسبب العبادية للتهارات السلاس وللوزو لأجل دلیل خاص يكون عبادتا و فيه سواب نقول فقصد توسل لا يكون شرطا أنت لا بدن تقصد أمر نفسه قربتا إلى الله تتوذى هم يستقل عبادة هم لك سواب و هم لا يجد هناك أي مشكلتين أما بنان على مبنى الآخرين خصوصا أجوبة السلاسة التي ذكرناه من قول الشيخ رضوان الله عليه الشيخ كان يقول أنه انوان الراجح بدون قصد المقدمه لا تتحقق أو الغرض من الواجب النفسي بدون قصد المقدمه لا تتحقق أو المقدمه به نفسها ذاتا مركبتون لجل هذا نحتاج إلى قصد الأمر الغيري على أساس هذه الأجوبة السلاسة نحتاج إلى قصد توسل يعني قصد توسل إلى ظلم قدمه يكون شرطا لأنه انتصال أمر الغيري بدون قصد توسل لا يكون ممکن بدون قصد توسل إلى ظلم قدمه اصلا امتصال أمر الغيري لا يمکن به عبارة أخرى امتصال أمر الغيري مع قصد توسل كلاهما ما هو متلازمان مثل النار والحرارة مثل الزوجية مع الأربعة فيما نهن و فيانتا ازان تقول ما هو لابد من قصد الأمر الغيري إذا قصد أمر الغيري ونسبت عملك إلى الغيرية الغيرية تقتزي قصد توسل ولا ينفكه حدهما عن الآخر هذا يكون لب و كلام الآخون ازان آخون رضوان الله عليه عجاب عن السؤال على أساس مبنى نفسه و على أساس مبنى الخسم أي مبنى الشيخ رضوان الله عليه بعد في هذه التتمة الثانية يشير ما هو إلى نقطة أخرى من كلام الشيخ و إردو على الشيخ التذنیب الثاني في عدم اعتبار قصد الغایات في صحة التهارات إنه قد وزح من ما هو التحقیق في وجه اعتبار قصد القربة في التهارات السلاس صحة التهارات السلاس ولو لم يؤت بالتهارات السلاس بقصد توسل بالتهارات إلى غاية من غاية التهارات السلاس طارتا تتوزع أو تغتسل أو تتيمم لكي تسل بعدها خب هذا جيد ولكن أحيانا لو تركت هذا القصد والنية إلى الوصول إلى الغاية و إلى ظلم قدمة و إلى الصلاة لا بأس به إذا تركت مع هذا وضوءك قصلك تيمممك يكون صحيحا ولكن هذا على أساس مبنى الآخون أن الوضوء في الحقيق له أمرين أمر نفسي يسبب عباديته وإستحبابه وأمر غيري يسبب وجوبه بعنمان الواجب الغيري بعد يقول نعم هذا نعم يكون للإستدراك وفي الحقيقة ناظر إلى مباني شيخ رزوان الله عليه نعم لو كان المسحح لأعتبار قصد القرب فيها في التهارات السلاس أمر التهارات الغيري لو قلنا أن أمر الغيري يكون لازم و ضروريا كما ذكره شيخ رزوان الله عليه لكان قصد الغاية مما لابد من قصد الغاية في وقوع التهارات السلاس صحيحة أصلا بدونه ما هو لا يكون ممكنا فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتسل إلا إذا قصد التواصل إلى الغير قصد التواصل مع امتصال الأمر الغيري مثل الزوجية مع الأربع كلاهما متلازمون أنت هينما تقول آتي بعمل أو بمركب يكونوا مصداقا للأمر الغيري تحليل الأمر الغيري و أفرز ما هو تبعينه به نفسه يوزه لك و يستخرج من بطنه قصد التواصل إلى الغير لجل هذا حيث لا يكاد يسير داعيا هذا الأمر الغيري إلا مع هذا القصد إذا لا يكون عندك قصد التواصل و امتصال الواجب النفسي و زل المقدمة هناك لا بدية و أمر الغيري لا تحق بل في الحقيقة يكون هو قصد التواصل و الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمر المقدمة أمر المقدمة ما هو لم تقصدها نسيتها أنت تتتوزع ولكن لا بنية امتصال الأمر الغيري بل بنية التواصل إلى الصلاة لا بأس به بل ولولم نقول بتعلق التلب بها يعني به هذه المقدمة أصلا نقول أصلا تلب لا يوجد أمر الغيري لا يوجد أنت إذا قصد التواصل إلى ذل المقدمة يكفي كام جايد هذا كله في بياننا و بيان الشيخ رزوان الله عليه و هذا أي كون التواصل إلى الغير و إلى الواجب النفسي ملاك عبادية التهارات السلاس هو السر في اعتبار قصد التواصل في وقوع المقدمة عبادة أنت إذا تريد أن تجعل المقدمة كعبادة لابد نكون عندك قصد التواصل كما ذكره الشيخ لا ما توهمه لا ما توهمه يشير ما هو إلى كلام الشيخ رزوان الله عليه شيخ ما زيقل من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بانوان المقدمية نصبه إلى الشيخ الأنصاريك أنه ما هو مقدمة بانوان المقدمية وقعت متعلق العمر فلا بد عند إرادة الامتصال بالمقدمة من قصد هذا الانوان إذا تريد أن تأتي بالوزو فلا بد أن تقصد ما هو المقدمة آتي بمقدمة السلاة قربة للامسلات وقصدها كذلك وقصد التهارة كذلك يعني بانوان أي شيء بانوان المقدمية لا يكاد يكون بدون قصد توسل إلى زل مقدمة بالمقدمة طبعا إذا قلنا أن المولى قال عليك بإتيان الوزو بانوان المقدمة وطبعا إذا أتيت بالوزو بنية المقدمة نتيجته ماذا يسير؟ هذا لازمه الوازه لازمه البين بهيث يفهمه الأقل المتعرف هو النية ذا المقدمة إذن وأنه ما هو يأتي قصد التوسل في زمنه فنسبة إلى الشيخ لنصار رزوان الله عليه الشيخ تصور أن الوزو لا يكون متعلق العمر مثلا الغسلات والمسهات لا يكون متعلق العمر متعلق العمر هو إنوان المقدمة يكون وإنوان المقدمة إذا كان متعلق العمر فما هو شيخ رزوان الله عليه يقول قصد المقدمة هنا الامتصال يكون لازم إذا قصدت المقدمة من لازمه يكون قصد زل المقدمة يقول لا ما توحمه فإن التوحمه فاسد جدا محقق الخراساني يخالف مع كلام الشيخ في هذا المجال لماذا فاسدون؟ لزرورة أن عنوان المقدمية يعني صرف الإنوان بالمقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشائع مقدمة للواجب مقدمة مصداق المقدمة ما هو وزو مثلا عنوان الوزو إذا لا يتوقف عليه الواجب وإنما كان المقدمة هو نفس المعنوانات الغسلات والمسهات بعناوين المعنوانات الأولية والمقدمية إنما تكون المقدمية علة لوجوب هذه المعنوانات الغسلات والمسهات واجبتون لماذا؟ لأنها ما هو مقدمة للواجب بهذا الاعتبار فالشيخ رزوان الله عليه تصور أن الأمر تعلق بالمقدمة مصداق المقدمة ماذا يكون؟ الوزو الشيخ يقول قصد المقدمة يكون لازم إذا قصد المقدمة زي المقدمة إذا في زمنه يخصد آخون يقول لا المقدمة متعلق الأمر لا متعلق المصداق المقدمة أي الوزو متعلق الأمر بل متعلق الأمر معنوانات وأعمال جوارهية خارجية هي التي تعلقت بها الأمر لأجل هذا بهذا البيان الذي ذكره الأستاذ وإن كان المقصود أن جميعنا واحد كلنا نتكلم عن ضرورة قصد توسل وعدم ضرورة قصد توسل بيان الأستاذ لا يكون وافيا نعم به بيان الذي ذكره أن الأمر قصد الأمر الغيري يكون لازم طبعا قصد الأمر الغيري لا ينفك عن قصد توسل إلى زي المقدمة ولكن هذا الذي ذكره هنا أنه أمر تعلق بالمقدمة وقصد المقدمة لازم وهذا لا ينفك أنزل المقدمة لا يكون من الأساس صحيحا لم يثبت لنا أن متعلق الأمر ما هو إنوان المقدمة متعلق الأمر هو معنوانات وأعمال جوارهية في الخارج والمصالح والمفاسد هزا قائمة بهذه الأعمال هذا كله في تتمة الصانية وبما أنه لم يكن بمهم من كثير فنكتفي بما ذكرناه في هذه التتمة الصانية بحث الجديد الذي ندخل فيه التقسيم الرابع الواجب الأصلية والواجب التبعي ومنها ومن هذه التقسيمات تقسيم الواجب إلى الأصلية والتبعي في مقدمة البحث أذكر لكم إخواني أنه بعد هذا البحث هناك أمر رابع في آخر الأمر الرابع محقق الخراساني رزوان الله عليه يذكر تقسيماً رابعاً للواجب بعنوان الأصلية والتبعي في الحقيقة في أمر الرابع عنده بحثين بحث الثاني تقسيم الواجب إلى الأصلية والتبعي ولكن ظاهر الحال أنه سحو من النصاخ أو من نفس الأخوان رزوان الله عليه أو حينما وصل في مقام الكتاب هناك وإلتفت إلى هذا التقسيم والله أعلم إلته الأصل لا يكون معلوم ولكن المكان الأنسب لهذا البحث هو ذكره في زمن الأمر الصاليس لأن الأمر الصاليس ناظر إلى تقسيمات الواجب الواجب وإما مطلق وإما مشروط إما معلق وإما منجز وإما نفسي وإما غيري قد أكملنا هذه تقسيمات السلاس التقسيم الرابع الواجب إما أن يكون أصليا وإما أن يكون تبعيا فنحن في أمر الصاليس لابده من أن نكمل أي شيء تقسيمات الواجب لأجل هذا هذا البحث نتعرض له ها هنا ومن هذه التقسيمات تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي وطبعا في تفسير الأصل والتبعي أو في نقطة النزاع إذا هناك اختلافون هذه مشكلة كبيرة هنا والظاهر أن يكون هذا التقسيم آخون يقول بلحاظ الإصال والتبعي في الواقع ومقام السبوت آخون بطبع استاذه يقول قاض البحث يكون بحثا سبوتيا أي ناظر إلى ما قبل اللفظ حيث يكون الشيطارتا متعلقا للإرادة والتلب مستقلا للالتفاط إلى الشيب ما هو عليه مما يوجب طلب الشيب فيطلبه كان طلب المولا نفسيا أو غيريا إذا كان البحث بحثا سبوتيا معنى أنه في ذهنه إما يتصوره مستقلا وإما يتصوره في زمن واجب آخر نقول إذا يتصور الشيء مستقلا ويلتفت إليه مستقلا هذا يصير ما هو واجب الأصل إذا كان هكذا هذا الواجب الأصل في الحقيق يمكن أن يكون نفسيا أو غيريا الالتفاط الاستقلالي هم إلى الواجب النفسي يكون ممكن وهم إلى الواجب الغيري لأجل هذا يقول هذا البحث طارتا يكون في مقام السبوت وإخرى متعلقا للإرادة طبعا لإرادة غير هذا الواجب جيد إذا واجبنا طارتا يكون متعلقا للإرادة والتلب مستقلا وإخرى متعلقا للإرادة طبعا لإرادة غير الشيء لأجل كون إرادته إرادة غير الآيه ها لازمتا لإرادته لازمتا لإرادة هذا الشيء من دون التفاط إلى هذا الواجب بما يوجب إرادته لأجل هذا يقول بعض الأوقات الالتفاط إلى الشيء استقلالي ينظر المولا ويتصور السلاة ويجعل له الوجوب في ذهنه قبل نتلفز بالوجوب هذا يسير واجب الأصل طارتا ما هو الالتفاط إلى الشيء كون تبعيا مثلا في بحث مقدمة الواجب زلم مقدمة يسير واجب أصل لأنه يتوجه إليه ولكن بعد التوجه إلى زلم مقدمة بطبعه يسير ما هو الالتفاط إلى المقدمات أو إلى المقدمة مقدمة تسير واجب تبعي وهذا لا يختص به حتى في المفاهيم نستتن نقول أن المنتوق منتوق إنجاكم فاسقون بنبعين فتبعينو يكون واجبا أصليا مفهومه إنجاكم عدل يكون تبعيا لأنه لم يلاحظ ولم يتصور مستقلا في كثير من الاستلزامات العقلية هذا شيء يجايد الله يحال أن الله سبحانه وتعالى يبين حكما يقول ما هو إزالة النجاس عن المسجد واجبتون بطبعه نقول فزده يكون ماذا زده الخاص أو زده الحام يكون حراما فحرمت زد الخاص و زد العام للأمر بشي هذا إزالة نسير ما هو واجبا طبعيا بنان على هذا تفسير طبعا إذا جعلنا نقطة النزاع ومركز البحث مقام ثبوت لأجل هذا يقول و الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصال والتبعية في الواقع و مقام السبوت لا بلحاظ الإصال والتبعية في مقام الدلالة والإثبات بعضهم قالوا يقول ما هو وإذا أفرز أقيم السلاة مقصود بالإفادة آت الزكاة مقصود بالإفادة و أخرى غير مقصود بالإفادة على حد و مستقلا إلا أنه يكون لازم الخطاب بعض الأوقات يسير لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة و نحو دلالة الإشارة كما بيّنت لكم مثل مفهوم الشرط منطوق الشرط مستقلاً ذكر ولكن من لازمه يكون ماذا يكون مفهوم الشرط فمفهوم الشرط مستقلاً لا يكون مقصوداً بالإفهام فقط منطوقه ولكن هو بطبعه يسير مقصوداً بالإفهام جيد ففي مقام الإثبات نستطيع نقول هكذا بالنسبة للواجب النفسي والغيري أن كل واجب إذا كان مقصود بالإفادة مستقلاً يسير واجب النفسياً مثل أقيم السلاة أي السلاة كل واجب إذا كان وكل حكم واجب إذا كان مقصود بالإفهام غير المستقل في حالة غير الاستقلال فهذا الواجب يسير واجباً طبعياً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحمله وفصاله سلاسون شهراء والوالدات ويرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أيتي من رزاعة بيان مدت الرزاعة يكون واجباً أصلياً وحمله وفصاله سلاسون شهراء هذا أيضاً ماهو يكون واجباً أصلياً ولكن هذا الاستنتاج أنه قل الحمل يكون ستة تشهر هذا يسير واجباً طبعياً ويدخل في دلالة الإشارة مثلاً جيد جيداً يستطيع أن يكون أصلياً وطبعياً يقول وعلى ذلك بناعاً على كون الأفرز هذا التقسيم ناظراً في مقام السبوت فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما إلى الأصلي والتبعي كما بيان على الواجب الغيري قد يطلبه مستقلاً وقد لا يطلبه مستقلاً إرادة المولاق قد تتعلق به مستقلاً وقد لا تتعلق به مستقلاً فيسير ماهو فيسير هذا أصلياً وطبعياً وعلى ذلك أي في مقام السبوت فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إلى الأصل والتبعي واتصاف الواجب الغيري بالإصالة والتبعية كيلتيهما يعني هم نفسياً وهم غيرياً واتصافه بالإصالة والتبعية كيلتيهما واتصاف الواجب الغيري بالإصالة والتبعية كيلتي إصالة والتبعية حيث يكون الغيري تارتا متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إلى الغير بما هو مقدمة و أخرى لا يكون متعلقا للإرادة كذلك يعني ما هو مستقلا على حدة عند عدم الالتفات إلى الغير كذلك فإنه يكون لا محالة مرادا طبعا لإرادة الزلم قدمة على الملازمة فإن الواجب الغيري يكون لا محالة مرادا طبعا لإرادة الزلم قدمة على الملازمة لأجل هذا إذا كان مرادا مستقلا مثل الوضوء واجب الغيري فهذا يصير ما هو واجب الأصل ولكن إذا كان مرادا غير المستقل كما أنه أراد الزلم قدمة في زمنه أراد المقدمة فهذا يصير واجبا غيريا إذن بحث السبوت ناظر إلى الطلب والإرادة الذي حالته من حالاتش نفس بحث الإثبات ناظر إلى دلالة اللفس وأنه حل قوصد بالخطاب مستقلا أو لم يقصد بالخطاب مستقلا جيد بعده يقول إذن واجب الغيري في مقام السبوت إما يكون أصليا وما طبعيا كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالإصالة واجب النفسي كالحج قطعا يتصف ما هو بالإصالة يعني يكون اصليا ولكنه ولكن النفسي لا يتصف بطبعية هنا ينفرق واجب النفسي عن الواجب الغيري إذا كان بحثنا في مقام السبوت واجب الغيري هم يمكن أن يكون اصليا وهم يمكن أن يكون تبعيا ولكن واجب النفسي قطعا يستطيع أن يكون اصليا لأنه يمكن أن يكون موضع الطلبة مستقلا ولكن بالنسبة إلى التبعي كيف؟ يقول ولكن النفسي لا يتصف بطبعية لماذا؟ لزرورة أنه لا يكاد يتعلق به يعني بالنفسي الطلب النفسي ما لم تكن فيه مثلها نفسية إذا لا يكون فيه مثلها نفسية طلب لا يتحقق ومعها ومع المسلحة النفسية إذا كانت فيها مثلها يتعلق بها يعني بهذا الواجب النفسي الطلب مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر متلوب أصلا كما لا يخفى لأجل هذا يقول إذا كان هذا الواجب النفسي كالحج فيه مثلها ملزمة ومستقلا يقع موضع الطلب والإرادة سواء كان في زمنه شيء آخر ملاك لو لم يكن في هذه المسلحة فلا يتعلق به أصلا إرادة الإنسان ما هو بدون المسلحة إذاً واجب النفسي دائما يكون موضع أصلياً بينما واجب الغيري قد يكون أصلياً وقد يكون طبعياً طبعاً إذا كان البحث في مقام السبوت هذا نعم شاهد أنه كلمة وعلى ذلك قبل كم سترين كان ناظر إلى مقام الإثبات يقول نعم استدراكاً بالنسبة إلى مقام الإثبات يقول نعم لو كان الاتصاف بالأصلي والتبعي بلحاظ الدلالة أنه في مقام الإنشاء الذي هو عبارة أخرى عن سياغة المعنى باللافظ نقول في مقام الدلالة والإثبات إما يذكر الحكم والواجب مستقلاً مثل ولله على الناس جلبيت وإما يذكر ما هو على يهال زمنان مثل مفهوم آية النبا نعم لو كان الاتصاف بالنفس والتبعي بلحاظ الدلالة والتصف النفسي بهما والتصف النفسي هم بالأصلي و هم بالتبعي لماذا؟ لأن الواجب النفسي يمكن أن يذكر مستقلاً و يمكن أن يذكر به طبعي واجب آخر هذا لا بأس بهه ضرورة أنه قد يكون هذا النفسي غير مقصود بالإفادة بلعفيدة به طبع غير النفسي المقصود بهها يعني بالإفادة بعض الأوقات ما هو يذكر واجب الغيري في زمن واجب الغيري و تره واجب النفسي و نيزن هذا لا بأس بهه و لا يجد فيه أي مشكلتين جيد لعجل هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه في هذا البحث يعني في الحقيق في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي يقول بحثنا إما ثبوتي و إما إثباتي إذا كان بحثنا ثبوتي ناظر إلى طلب المولى و إلى ذهن المولى و إلى ميل المولى نقول في تلك المرحلة واجب الغيري إما نفسي و إما ماذا يكون غيري ولكن واجب النفسي على حال ما هو يكون أصليا ولكن لا يستطيع يكون طبعيا به بيان الذي بيانناه بعده في مقام الدلالة خب في مقام الدلالة هم واجب الغيري إستطيع أن يكون أصليا و هم يمكن أن يكون ماذا طبعيا واجب النفسي إذن يمكن أن يكون أصليا و يمكن أن يكون طبعيا لكن الظاهرة كما مره هذا بعد يكون بحثا جديدا سندخل فيه إنشاء الله من حلقة مقبلة وفي خطام البحث غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رضي يا قهار اسمع دعائي واجب لدائي بالهاد المختار وبالأيجائي وبالزهرائي فبحقيم يا متعاد أحسن ما أبي أحسن ما أبي